النهاردة وزارة التربية والتعليم أعلنت دوابط هامة لمتحانات السنوية العامة في سنة 2021 دي قواعد بنقولها علشان الحقيقة هي قواعد مهمة جدا جدا لكل بيت واسرة مصرية انهم يسمعوا الكلام ده طبعا احنا كلنا بنبقى مشدودين وعايزين نعرف ولادنا هيحصل لهم ايه والطلبة نفسها بتبقى عايزة تتطمن فحنقول الحقيقة كل الدوابط والأخبار الهمة جدا لهم أولا امتحانات العلمي هتبقى في أيام مستقلة عن الشعبة الأدبي وده معناه ايه؟ معناه ان هيكون في امتحانات مختلفة للكل للأدبي والعلمي في المواد المشتركة يعني عربي أدبي غير عربي علمي يعني نفس المادة لكن في أيام مختلفة وبأسئلة مختلفة طيب ثانيا مش هيكون فيه انترنت داخل لجان الامتحانات وبالتالي الطالب مش هيقدر يدخل على بنك المعرفة ساعة الامتحان ومش هيقدر يستخدم القواميس والمعاجم لكن الكتاب المدرسي هو المرجع الوحيد المسموح به أثناء الامتحان عشان كده كل طالب لازم ياخد الكتاب معاه وراح الامتحان طيب ثالثا كل التابلت هتكون متأمنة يعني ايه؟ يعني مفيش اختراق مفيش هاكرز أي حد مش هيقدر يخترق التابلت أو يستخدم مثلا أي وسيلة تانية للغش واللي هيعمل كده هياخد عقوبة كبيرة ممكن انها قد تصل للسجن طيب رابعا المواد غير المضافة للمجموع هتكون موجودة على التابلت يوم 3 يوليو والطالب هيجاوب على الامتحانات دي في البيت في البيت وهيروح يسلمها للمدرسة بنفسه خلي بالكم طيب خامسا بعض الطلبة بيقولوا لو ما سلمش ورقة الإجابة هيبقى ناجح وياخد كمان الدرجة النهائية يا سلام ازاي بقى يعني؟ مفضلكم يعني بلاش محاولات الزكاء قوي دي يا ولاد يعني فكروا بالمنطق شوية الوزارة أكدت النهاردة الطالب اللي مش هيسلم البابل تشيت هيبقى سائط حتى لو جاوب في التابلت اللي هتكون الإجابة عليه اختياري الخمس قواعد دول كل أب وكل أم لو سمحتم حطوها قدام عينيكم وأكيد الطلاب كمان برضو يعني اقروا واسمعوا اللي قلناه وافهموا كويس قوي اللي قلناه وخلي بالكم وربنا يسلم عليكم ويطمنكم على ولادكم وبالتوفيق إن شاء الله